اهلا بحضراتكم عدنا بعد الفاصل حوارنا الرئيسي النهاردة في اخر النهار ضيفي وضيفكم فيه زي ما نوهت الحضراتكم في بداية البرنامج هو الاستاذ الدكتور سمير غطاص اللي مشرف ومنور اهلا بحضرتكم ازاكا دكتور الله يخليك اهلا بحضرتك تحياتي لشخصك الكريم وخلينا ننطلق مباشرة اخر لقاء لنا يا دكتور منذ حوالي اسبوعين كنا في ضروة الاحداث وفي ضروة العدوان وكانت الدماء الفلسطينية تسفك بشكل وحشي النهاردة فيه متغير حصل احنا بنتكلم النهاردة وبنلتقي فيه ثالث ايام ما اطلق عليه الهدنة او الوقف المؤقت لاطلاق النار في اطار الصفقة اللي تمت ما بين الجانبين برعاية مصرية وقطرية اولا ما سمعتش تقييم حضرتك لفكرة النجاح في اتمام الصفقة هل ده بيعتبر زي ما كتب بعض الكتاب انتصار معناوي وسياسي كبير لحماس والقضايا الفلسطينية طيب اولا خليني نقسم اللقاء النهاردة لثلاث محاور يعني حسب ما يسمح به الوقت محور اولان نتكلم عن تطورات الوضع الرهن بما فيه وفي القلب منه مسألة صفقة الرهاء والمحور التاني هتكلم بصراحة شديدة وارجو ان تتحملني عن العلاقات المصرية الاسرائيلية في اطار هذه الحرب والمحور التالت هتكلم عن سيناريوهات اللي بتقال عنها اللي مشغول بها العالم جدا كله حول ما يسمى باليوم التاني للحرب فارجو ان يتسع الوقت عشان نناقش المحاور التالت المحور الاولاني هو يعني كل اللي بيجذب انظار العالم جميعا الان وهو متابعة الحدث الاهم اللي خطف كل الاضواء حتى انه الحرب الروسية الاوكرانية اصبحت خبر هامشي وثاني وتصدرت كل الانباء ما يحدث في الاراضي الفلسطينية وخاصة في غزة وبشكل اخص ما يتعلق بالهدن الانسانية وصفق التبادل للرهائن والاسرة بين المقاومة الفلسطينية واسرائيل لازم نرجع شوية الوراء ونقول انه يوم سبعة اكتوبر تمكنت حركة حماس وبعض الفصائل الاخرى من جلب عدد في البداية لم يكن معلوما وجزء منه حتى الان لم يكن معلوما ما بين رهائن مدنيين ما بين عسكريين في البداية اسرائيل قالت انه عدد الرهائن تلاتة وخمسين ارتفع العدد الى مية وثلاثين ثم ارتفع العدد الان الى حوالي ميتين وثلاثين حركة حماس بتقول ان عندها مية وثمانين وان الجهاد الاسلامي لديه عشرين وفي بعض المتفرقات لدى فصائل اخرى شهداء الاقصى عملوا فيديو وصوروا عدد من الرهائن ثم صرحوا بانه سلموهم لحركة حماس نعم في البداية وكما العادة وكما تعودنا اسرائيل ونتنياهو تحديدا قرر انه اهداف هذه الحرب هي اولا القضاء على حركة حماس والمقاومة وتغيير الوضع الراهن في قطاع غزة جزريا ثم الافراج عن الرهائن نعم وقال ايضا انه سيستخدم القوة العسكرية والضغط العسكري لتحرير الرهائن العالم في اغلبه كان عنده اولوية مختلفة تحرير الرهائن ثم النظر في مسألة الترتبات لكن ننتنياهو كالعادة ريكب راسو وقرر المضي قدما في حملته العسكرية واشاع انه استخباراته بتعرف فين مكان الرهائن وهو دار الشفاء هي مستشفى كبيرة جدا يعني من اربع اجزاء كبيرة وقال انه هم موجودين هم والقيادة وغرفة عملية المركزية في الانفاق الموجودة تحت دار الشفاء قوات الاسرائيلية تمكنت من القيام بخرق بري وقطعت قطاع غزة الى نصين شمال وجنوب وسيطرت على الطرق الطولية طريق صلاح الدين وهو من رفع الى نهاية غزة وطريق اخر اسم الرشيد وهو الطريق البحري الماشي بموازاة البحر مباشرة واستطاعت عن طريق استخدام قوة باطشة نيويورك تايمز اليوم نشر التقرير قالت انه اسرائيل استخدمت 90% من القزائف التي استخدمتها هي قزائف موجهة بالاخمار الصناعي وقنابلها تزن 2000 رطل ونتيجة لهذا الاستخدام المفرد في القوة والوحش تم تهديم تقريبا 60 الى 70% من احياء قطاع غزة وتم دفع المواطنين في اغلبهم مليون ومئتين مواطن من شمال ومن غزة باتجاه الجنوب اي محافظة خان يونس ورفح حيث يعني يتكدس الان حوالي مليون ومئتين استخدم اساليب في غاية الفاشية وهي قطع الكهرباء قطع المياه الامدادات بالغزاء الدواء الى اخره ثم نجح في الدخول دار الشفاء وبعد جهود حثيثة ويعني بروباجندا هيلة لم يتمخض الشيء عن هذه الحملة ونزل تحت السيطر بالكامل على المستشفى وعلى الاجزاء بتاعتها كل ما لقى لقى نفق وفي بوابة حديدية في الاخر لم يجد لا غرفة عمليات مركزية ولم يجد حتى احد من الرهائن وجدوا تلات رهائن ميتين في محيط دار الشفاء وليست في دار الشفاء قال بعدين انه موجودين في مستشفيات اخرى اقتحم عدة مستشفيات اخرى وايضا لم يجد فيها احد الان غيرت الرواية الى انه اغلب الرهائن موجودين في الجنوب وانه القيادة الفلسطينية وقيادة المقاومة وخاصة السنوار ومحمد الضيف ومروان عيسى موجودين في خان يونس لكن ضغط داخلي وضغط خارجي اجبر نتنياهو على ان يعود مرة اخرى فيعدل الاولويات ضغط الداخلي من اهالي الرهائن ومن قوى سلام عديدة في اسرائيل ضغطت بشدة ووصلت مظاهرتها الى مقر اقامته في القدس تمام ومشي خمس ايام جروا معاهم عدد كبير جدا من المواطنين وحصروا مقره واصروا على ان الاولوية هي للافراج عن الرهائن وليس للقضاء على حماس كما يزعم نتنياهو وهناك ايضا ضغط خارجي عواصم العالم كلها شهدت مظاهرات عنيفة وده الاهم انه داخل الولايات المتحدة الامريكية نفسها ربما اشارنا في المرة السابقة ان الحزب الديمقراطي الحاكم الذي ينتمي اليه بايدن نفسه تعرض لشرق عميق وفيه هناك طيار يقود ساندرس ده قال لازم نقيد بيع الاسلحة لاسرائيل لانها تنتهك حقوق الانسان اعضاء في الكونجرس مظاهرات في الجامعات في الصحف كتبت حتى يعني اهم الكتاب العمدة في العالم لبرمان وهو يهودي بالمناسبة انتقد اسرائيل انتقادات وهو مقرب جدا من بايدن ويعني كثير من المراقبون يعتبرون انه ينطق باسم بايدن في كتاباته الصحفية انتقد بشدة كمان اسرائيل على سلوكها وبالتالي اضطر نتنياهو الى تعديل اولوياته وجرت مفاوضات شديدة وحساسة حول ايجاد طلع قرار الاول نتيجة هذه الضغوط كلها طلع قرار من مجلس الامن يدعو الى هدى انسانية وليس الى وقف دائم كما نطالب يطالب الاغلبية العظمى مصر والدول العربية كلها والمؤتمر اللي ضم حوالي 57 دولة عربية واسلامية كانوا بيطلبوا بوقف دائم لهذه الحرب العدوانية لكن في مجلس الامن نتيجة حتى نتفاد الفيتو الامريكي تم التواصل الى قرار بهدى انساني في ظل هذا القرار جرت مفاوضات حثيثة وضغط امريكي قوي وبوساط الدولتين دولة الاولى هي مصر باعتبار ان مصر صاحبة الحدود البرية الاساسية مع قطاع غزة ومع المقاومة وانها كانت هي الوسيط الوحيد والحصري في خمس مواجهات سابقة اعتداءات اسرائيلية كانت طرفين يستدعيان مصر للتوصل الى تهدئة وتفاهمات ومصر هي الوسيط الاساسي في قضية جلعة شليت الذي بقى في الاسر خمس سنوات لمدة خمس سنوات لم تستطع اسرائيل الحصول على مكانه وبنهاية المفاوضات التي اصفرت عن 1047 فلسطيني في السجون الاسرائيلية مقابل جلعة شليت في هذه المرة ايام جلعة شليت تم تسليمه للمخابرات المصرية التي سلمته بالمقابل مقابل الافراج عن 1047 وكان منهم السنوار بالمناسبة في هذه الصفحة كان منهم السنوار في هذه المرة قلنا مصر كطرف اول واساسي والطرف الثاني كان قطر الطرف الثاني قطر لان قطر هي الممول الاساسي لحركة حماس واشارنا ربما في الحلقة السابقة انه كان شهريا كان بتبعت 30 مليون دولار وكان نتنياهو يسمح بدخول هذه الملايين وربما عرضنا شنط الاموال وقلنا ان فيه واحد محمد العمادي ده السفير غير مقيم بيروح وبييجي باستمرار وبالمناسبة النهاردة دخلت مساعدة وزير الخارجية القطري ومعاها نائب محمد العمادي ده دخلوا على غزة النهاردة واكتمعوا ببعض المواطنين يعني على هامش الكلام وقطر هي التي تستضيف قيادة من غزة سبعة من كبار القادة التلاتة كانوا عضاء رؤساء مكتب سياسي هنية رئيس المكتب السياسي الحالي خالد مشعل رئيس المكتب السياسي السابق وكمان موسى أبو مرزوق وهو أول رئيس مكتب سياسي لحركة حماس إلى جانب مجموعة أخرى بالقيادات الحية والنونو وعضاء آخرين وبالتالي ضغطت الولايات المتحدة وطالبت الدولتين مصر وقطر للتوسط بشأن إبرام صفقة لتبادل الأسر الأمر ده أخذ وقت كبير وأخذ جهد ضخم جدا للتوصل إلى هذه الصفقة الصفقة كانت بتقول أنه وقف للعمليات العسكرية وقف إطلاق نار إنساني لمدة أربعة أيام بس مقترنة بعبارة قابلة للتمديد وخلال الأربع أيام دي يتوقف العمل العسكري تماما في كل غزة قطاع غزة يتوقف تماما تحليق الطائرات في جنوب قطاع غزة خانيونس ورفح ويسمح بالطيران في شمال قطاع غزة لمدة ست ساعات مظبوط الصفقة كانت تنص على أنه كل يوم من الأيام أنه خمسين مقابل مية وخمسين كل رهينة إسرائيلية مقابلها ثلاثة من الأسرى الفلسطينية البداية كانت للأولوية أعطيت للنساء والأطفال باعتبارهم الأكثر إنسانية والرهائن اللي موجودة وزي ما قلنا ربما في المرة السابقة أنه فيه رهائن لثمان دول يعني أمس أفرج عن أو تم تحرير سبعة من التايلنديين واحد فنلندي واليوم طلعوا أربعة فنلنديين أربعة تايلنديين واحد روسي وبنت أمريكية النهاردة كمان البنت الصغيرة الأمريكية اللي يعني أثارت ضجة شديدة في الولايات المتحدة فالمرأة والأطفال كانوا لهم الأولوية في مسألة تحرير الرهائن ومقابلتهم بتحرير أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال تمام أول يوم مشت العملية زي الساعة السويسري دقيقة تماما ثاني يوم حصلت يعني شوية من التأخير والقلاقل لأنه حماس قالت أنه الجانب الإسرائيلي لم يلتزم ببنود الصفقة وقالت أنه غير في ترتيب حماس كانت طلبة بالسيدات والأنسات والبنات اللي في السجون الإسرائيلية يخرجوا وفقا لأقدمية اعتقالهم يعني اللي معتقلة من ثمان سنين مثلا بالأمس خرجت سيدة محترمة كانت معتقلة بقالها ثمان سنين وأخريات وكمان الولاد وقالت أنه فيه طيران حلق وقالت أنه المعونات وفقا للاتفاق كانت المعونات لازم تصل كما تصل إلى الجنوب تصل إلى الشمال صحيح صحيح ويعني حصل تفادي لهذه الأزمة وأمكنه في آخر الليل الاتفاق على تحرير الرهائن وإجراء صفقة تبادل النهاردة كان فيه بعض المناوشات الصغيرة وخاصة فيما تعلق بإدخال المواد إسرائيل قالت أنها دخل الستين شاحنة المواطنين الفلسطينيين اللي عايزين يروحوا يشوفوا بيوتهم إيه اللي حصل فيها وأهليهم اللي بعضهم أكثرهم ما يزالوا تحت الأنقاض وللأسف الشديد دي مأساة مش عايزة أتكلم فيها كتير لأنها مأساة تضمي القلب يعني للأسف الشديد الكلاب تنهج فيه أجساد المواطنين اللي لسه تحت الأنقاض وناس يروحوا يدوروا على أولادهم وعلى أباك المهم أنه تمت الصفقة اليوم نتيجة يعني التدخلات أيضا وفي وفد مصري أمني رفيع المستوى موجود الآن في تل أبيب وفي وفد قطري أيضا رفيع المستوى موجود في تل أبيب والوافدين وفي اليوم أقول لحضرتك ربما لسه لم ينشر الكلام ده مدير الـ CIA ويعني CIA هي أحد مفاتيح الضبط والسيطرة في العالم سيصل إلى إسرائيل الليلة وهذا مدير وكلت الاستخبارات المركزية الأمريكية نعم نعم هو كان هنا زار إسرائيل وجي مصر وزار قطر سيعود الليلة وهذا يؤشر على أنه هنتكلم عن إيه المؤشرات دلوقتي طيب فاضي اليوم في هذه الصفقة هو غدا غدا يبقى فيه خمسين رهينة مقابل مئة وثلاثين من الأسرى الفلسطينيين مئة وثلاثين مئة وثلاثين أسف ثلاثة في خمسين بمئة وثلاثين طيب كلما اقتربنا من اليوم الرابع زادت يعني إحنا في مدمار بيجري فيه حكتين بيجري فيه أحد المسارات الخيار العسكري وبيجري في المسار الآخر الضغط الدبلوماسي لاستئناف احنا قلنا الاتفاق كان بيقول قابلة للتمديد طيب إسرائيل قالت إيه لما قالوا قابلة للتمديد قالوا كل ما حماس أفرجت عن عشرة بيوم والمعدلة ستبقى قائمة العشرة بتلاتين يعني الواحد بتلاتة مفهوم وكل عشرة بيوم بيوم هدنة زيادة هدنة زيادة وقالوا أن السقف عشرة أيام تمام وبالتالي كل ما قربنا من بكرة اللي هو اليوم النهائي في الأربع أيام الأولى كثر الحديث والضغط من أجل تمديد هذا الوقف لأنه المستفيد الأول لازم أقول أن المستفيد الأول مش تحرير الرهار المستفيد الأول هم الـ 2 مليون و2 من عشرة مواطن فلسطيني مورست ضدهم أكثر أنواع الضغط والقمع والعنف الدموي والإبادة فيه فترة لدرجة أنه الأمم المتحدة قالت أنه مأساة الأطفال في غزة تفوق أي مأساة في السنوات السابقة في أي حرب سابقة لأنه إحنا عندنا إذا فيه رقمين رقم بيقول أنه الشهداء الآن 15 ألف منهم 5000 وكذا طفل صحيح وفيه رقم بيرفعهم لـ 20 ألف بس بياخد بعين الاعتبار اللي تحت الأنقاض اللي مفقودين في كل الأحوال فإن إحنا عندنا ما يقارب الـ 6 ألاف طفل لتعرضوا للقتل كارثة والباقي الأطفال الآن من المليون و200 ألف اللي موجودين فيه جنوب قطاع غزة الآن يتعرضوا للتجويع وإلى آخره ده فوق طيب ده المصار الدبلوماسي ومصر قالت أنه فيه مؤشرات إيجابية على إمكانية تمديد وقف إطلاق النار والإفراج عن مزيد من الرهائن ومزيد من الأسرة وانا عندنا استفسار بس في السيناريو الطرح اللي حالك تفضلت به كل الأمور المتعلقة بصفقة تبادل الأسرة سواء في أعدادهم أو في نسابهم واحد إلى ثلاثة وكذا مفهوم لكن هو الحقيقة اللي أنا توقفت عنده هو كيفية قبول إسرائيل لبعض الشروط الأخرى بخلاف صفقة الأسرة في الصفقة خصوصا المتعلقة بوقف التحليق الطيراني العسكري لمدة ساعات في الأيام بالإضافة إلى حرية تنقل المواطن الغزاوي من الشمال إلى الجنوب وبالعكس لا لا إيه؟ البند في نص اللي وافقت عليه حماس هو مرور المواطنين من الشمال إلى الجنوب وليس من الجنوب إلى الشمال اه اتجاه واحد اتجاه واحد وده أثار أزمة لأنه منهاردة قتل مواطن فلسطيني كان عايز يروح يشوف بيته وأهله وناسه إلى آخره وجرح اتنين ومبارح كان فيه أيضا مشاكل وأنا أصلي من سؤالي يا دكتور أنه هذا الشرط ووقف التحليق والعمل العسكري والاستخبارات لمجموعة ساعات في قطاع غزة سيتيح لحماس إعادة الانتشار وإعادة التمركز وإعادة وإعادة وده ينسف مقططات إسرائيل هنتكلم عن الجزء ده لما نتنقل للمصار العسكري تمام هنتكلمنا عن المصار السياسي وقلنا أنه فيه مؤشرات خطر كمان أعلنت أنه عندها يعني مؤشرات إيجابية الولايات المتحدة ترسل الرجل الأهم في الولايات المتحدة بعد بايدن سيبك من وزير الخارجية وكده الرجل الأهم هو مدير السياسي الذي يعني يتحكم في مسارات عديدة في العالم في أغلب دول العالم سيصل إلى إسرائيل الليلة طيب نيجي للمصار العسكري في المصار العسكري الجيش الإسرائيلي منذ اليوم الأول يعارض أي وقف لإطلاق النار صحيح ويعتقد واهما أنه نتيجة الضغط العسكري يمكن أن يحرر الرهائم ثم لما فشله نزل بالسقف شوية قال أنه الضغط العسكري هو اللي أدى إلى هذه الصفقة عشان يقنع جنوده ويقنع مجتمعه أنه الجيش هو اللي بيلعب الضور الأساسي بيبرر فشله بيبرر فشله هنيجي نقول لحضرتك بس مؤشرات ربما يعني محدش بيقولها في قنوات التانية اليومين اللي فاتوا إيه اللي حصل فيهم أول إنبارح رئيس الأركان هاليفي دخل قطاع غزة واجتمع بقيادات اللي مفروض هتشن الحرب البرية في مرحلتها التانية والحاسبة ستنزلوا لنا لو سمحتوا أمر العمليات رقم ثلاثة سواب العبري بس أنا يعني ما الحقناش نترجمه بس أنا أقول إيه هو ده أمر العمليات رقم ثلاثة اللي هاليفي ده رئيس الأركان اجتمع مع قائد منطقة غزة قائد منطقة الجنوب ومع قائد الفرقة 98 طبعا القادة الإسرائيليين طبعا في غزة اجتمع بيهم واجتمع بي زي ما قلت ده 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 البيان البيان رقم ثلاثة هو أصدر بيانين قبل كده البيان رقم ثلاثة هو بيقول إنه إزاي هيهجم على خان يونس وعلى منطقة رفح عشان حسب ادعاءه وزعمه هو يخلص ما تبقى من رهائن وزي ما قلت إنه الرهائن فيهم رهائن مدنيين وفي جانب عسكري لا أحد يتحدث عنه هنتكلم عنه بعد شوية طيب هليبي دخل واجتمع بقيادات زي ما قلت قائد المنطقة الجنوبية واجتمع بقائد الفرقة 98 المكلفة بالمهمة التالية مبارح دخل وزير الدفاع عن طريق البحر يعني مدمرة الرابط من السواحل ونزل منها لانش واللانش ده أخذ وزير الدفاع ووصله لقطاع غزة وعقد اجتماع مع القيادات الميدانية للجيش الإسرائيلي اللي في غزة النهاردة نتنياهو ما يقدرش يعود ساكت ما يقدرش حد ياخد منه اللقطة ما يقدرش حد ياخد منه هذا المشهد فراح بنفسه النهاردة ودخل إلى قطاع غز واجتمع ببعض القيادات العسكرية أيضا في قطاع غز لأنه يمكن أشارنا في المرة اللي فاتت ونشير بإجاز المرة دي أن نتنياهو أول الخاسرين وربما لن يكون موجودا في اليوم الثاني لنهاية هذه الحرب هو بيحاول جدا الآن يعني ما بيمرش يومين ثلاثة إلا بينط فيه أحد المواقع العسكرية ويلتق الصورة مع الجنود ومع الزباط إلى آخرة في محاولة يائسة لإنقاذ مستقبله السياسي الذي حتما سينتهي بنهاية هذه الحرب مليون في المئة طيب في المساري العسكري الجيش ليه كان معترض على الهدنة جيش أولا بيقول أنه في العسكرية ما فيش حاجة اسمها هدنة فيه يدفاع يهجوم اتنين بيقول أنه فيه لسه سلاس مناطق وديه المفاجأة اللي حصلت النهاردة المهمة أنه في اليومين اللي فاتوا الإفراج أو تحرير الرهائن طلعوا من الجنوب واستلامهم الصليب الأحمر من الجنوب النهاردة استلامهم من الشمال وهو مفترض أنه إسرائيل موجودة في الشمال أنها خلصت شمال طهارة في الشمال فطلعوا النهاردة من الشمال وليس عروفا منين ودي نكسة أخرى للمخابرات الإسرائيلية اللي كانت مليا دنيا ضجيج أنها أفضل مخابرات في العالم والمخابرات العسكرية والمسادة والمخابرات الخارجية والشين بيت الأمن الداخلي وطول الوقت كانوا عاملين صورة يعني أسطورية لهذه الأجهزة الأمنية النهاردة جرى تسليم الرهائن من شمال قطاع غزة قادي صفعة قوية ليه لأنه ما تزال إسرائيل عشان كده عارض الجيش نحن بنقول ده في إطار أو في سياق معارضة الجيش للهدنة نعم أنه فيه ثلاث مناطق مهمة للغاية في قطاع غزة حتى الآن لم يسيطر عليها الجيش سيطرة كامل الجيش الإسرائيلي أول حاجة مخيم جباليا وهو أكبر مخيم في قطاع غزة أمكن له فقط أنه يطوق لكنه لم يقتحمه ولم يسيطر عليه منطقة تانية اسمها الشجاعية وهي منطقة فيها الغزاز والأصليين لأنه غزة كما ربما أشرنا قبل كده أنه 70% من مواطني غزة هم من اللاجئين أصلاً اللي كانوا عايشين في الثمانية واربعين وتحت يعني ما يسمى بي السنة الثمانية واربعين نزحوا إلى قطاع غزة شجاعية فيها أغلبية من مواطني غزة أيضاً لم يستطع الجيش الإسرائيلي حتى الآن اقتحام الشجاعية منطقة الثالثة هي الزتون وهي عقدة الوصل ما بين غزة والمنطقة الوسطى ما بين جنوب قطاع غزة بالتالي هو عارض الأول لأنه لم يسيطر بعد على هذه المناطق السلاسة نمرت اتنين عسكرياً بيقولك أنا حددت المواقع بتاعت فين فين موجودين قيادات حماس ومواقعها وكامينيا ومركز القيادة طيب في الأربعة أيام دول هيبدله هجاروح على المنطقة اللي أنا حددتها من الأول مش هلاقي في أحد فغيروا مواقعهم نمر الثلاثة بقى فيه استعداد أكبر ما فيش مفاجأة بقى انت هتعمل لي مفاجأة وجاي لخان يونس أنا مستعدلك يا سيد إذا جاي خان يونس أو هعمل تكتيج تاني واستراتيجية أخرى عشان أواجه حملتك دي فبفقد عنصر المبادرة والمفاجأة باليوم في الماء بالتالي الجيش وبيقول إنه كان بيحقق نتائج وحماس النهاردة أعلنت إنها فقدت أربعة من أهم قيادتها خاصة قيادات الشمال اللي قوموا إلى أن استشهدوا وفيه عدد من القيادات الوسيطة دي حرب ومش عيب إنه إحنا نقول إنه فقدوا جزء مهم من القيادات الوسيطة وفيه حوالي خمسة إلى سبعة من المكتب السياسي لحماس أيضا استشهدوا في هذه العملية ومع ذلك ما تزال حماس قيادتها الأساسية موجودة لم يتم تحديد أماكنها لم يتم اكتشافها لم يتم بالضغط رغم القصف المريعي يعني اللي تستخدمه وأنا أشرت إنه نيويورك تايمز بتقول إنه القنابل زنتها ألفين رطل وإنها تستخدم بالأخمار الصناعية ومع ذلك ما تزال القيادة قادرة وفي اختبار التحرير الرهائن والتبادل وقزمة الصفقة دي أم كان إنها بالمصري البلدي كده تلاعب إسرائيل أول مرة طلعتهم كان الكلام إنها تطلعهم على معبر رفح وبعدين هتطلعهم فين إلى آخرين إنه هذا بتطلعهم من الشمال الله أعلم منين هتطلعهم بكرة من الجنوب وده فشل استخباري يضاف إلى الفشل الاستخباري المؤكد في يوم سبعة عشر ربما إذا فيه وقت نبقى نكلم عنه وبالتالي فالمصاري العسكري ماشي والمصاري السياسي ماشي أعتقد من وجهة نظري نتيجة عوامل هقولها دلوقتي إنه سيتم تمديد وقف إطلاق النار ويتم تمديد تبادل لأسرائيل ليه من الجانب الإسرائيلي نتنياهو سيوافق غضبا عنه عنده اجتماع النهاردة للكابنت لحكومة الطوارئ عنده اجتماع ربما وإحنا عاديين دلوقتي الاجتماع ماشي في إسرائيل لينظروا في احتمال تمديد لما نحط ده بلس بقى إنه مدير السي آي جاي بيرنز جاي بيرنز يعطي تعليمات مش جاي يسأل بيرنز ده ما بيجيش يقول لهم باخترح عليكم اسمعوني رأيي كذا لا ده بيجي يعطي تعليمات وإسرائيل في وضع الآن وده يعني ربما جديد تماما إن إسرائيل كانت طول الوقت تحت الحماية الأمريكية هي الآن خرجت من الحماية الأمريكية لتدخل بيت الطاعة الأمريكية وده هيكون لي تأثير على مستقبل ليس إسرائيل على مستقبل تركيبة الشرق الأوسط لم يعد نتنياهو يستطيع كما في السابق ولا أي رئيس حكومة قادم إنه يحط على رجل على رجل قدام أي رئيس أمريكي قادم ويقول له أقبل أولاق أقبل لأنه سيتلقى أيضا تعليمات حتى بقى يقول لي اللوب الصهيوني ما اللوب الصهيوني سيبكم الكلام ده على جنب لأنه اللوب الصهيوني الأيباك في الولايات المتحدة الأمريكية الآن ضد هذه الحكومة وهو أمريكي في الدرجة الأولى قبل ما يكون صهيوني وسيستمع إلى تعليمات الولايات المتحدة الأمريكية لأنه يريد مع أمريكا إنقاذ إسرائيل من نفسها إنقاذ إسرائيل من نفسها مفهوم طيب عشان كده هرجع أكرر تاني إسرائيل خرجت من مظلة الحماية الأمريكية واستدعيت رغم أنفها لبيت الطاع الأمريكي مفهوم وهناك شايف أنه من المرجح جدا أن يتم تمديد الهدن الأولاني عشان يخلص تخلص الحكومة الإسرائيلية ونتنياهو من ضغط الشارع لأنه طالما هذا الضغط بيقول له لا ما ترتب ليش الأولويات أنك تعمل العسكري الأول وتستفيد بأكبر عدد من الرهائن يفرج هطلع للرهائن الأول عشان نخلص من الموضوع فسيوافق إلى جانب أنه الأمريكا عايزة تمدد ده والنهار ده مدير السياق بيقول له مدد من جانب المقاومة هي أيضا حبما تحدثنا في المرة السابقة أن الوقت هو واحد من أهم العوامل أن لم يكن أهم عامل في العملية العسكرية وبالتالي هم عايزين يستفيدوا من الوقت يستعدوا يغيروا مواقعهم يستعدوا دفاعيا للمعركة القادمة يشوفوا إذا فيه متغير جديد سياسي سيدخل على العملية العسكرية يوقف آلة الحرب العسكرية ويتجهز بالوقود والغذاء ولذلك وإلى جانب أنه مصر بتلعب دور مهم خطر أيضا تلعب دور مهم والولايات المتحدة تضغط بشدة لتمديد وقف إطلاق النار واستكمال الرهائع إذا استكملت هذه العملية إيه اللي هيحصل هندخل مباشرة على عامل لا أحد يتكلم عنه استكملت الهدنة الهدنة وتبادل خلصنا من التبادل لكن سيبقى لو حسابنا ست يام بس وفي نقطة مشكلة قبل معناك تخشلنا على السيناريو بتاع اليوم التاني أو ماذا بعد لا لا ده قبل باليوم التاني طيب هي ورقة الضغط الرئيسية التي تمتلكها حماس وباقي الفصائل إيه الرهائم لا لا بس الرهائم يعني في نظرك على الأقل المجتمع الغربي وضغطه وتعاطفه مع فكرة الرهائم فكون حماس دلوقتي كسبت هذا الوقت مقابل خمسين رهينة فهي ما زالت محتفظة بالعدد الأكبر والنوعية الأهم هم العسكريين والبنوط هو ده احنا في الست يالا القادمة لو كل يوم طلعت رقم عشرة هنوصل لمية وعشر مثلا خمسين زائد عشرة في ستة هيبقى يعني ستين وخمسين هيبقى مية وعشر مية وعشر ما يزال عدد آخر صح حماس تقول إنها لا تسيطر على العدد الآخر اللي موجوده ومنتشر في الأماكن أخرى وبعضها مات بالقصف الإسرائيلي على بيوت لأنها مش محتفظة بهم كلهم في الأنفاء بعضهم في الأنفاء الأهم هو أنه في عسكريين صح هؤلاء العسكريين ليس معروفة أن الآن عددهم قد إيه بعملية حسابية إذا خصمنا متين وثلاثين شلنا منهم مية وعشرة إن شاء الله يكونوا هدول كلهم البقيين من العسكريين صح هنا ستتغير المعادلة تماما لا يمكن للمقاومة أن تقبل بمعادلة واحد وثلاثة نفتكر بقى جال عطش ليت وكل إحنا اللي عايزة أقوله فيما يتعلق به هنفتح ملف التبادل لصفق التبادل بس بنقول إن الوضع سيختلف تماما نعم حتى لو قمت بعملية عسكرية فإنه كمان دولهم أهالي أذكر هنا بإنه من حرب سنة 14 فيه جسستين أشلاء جسستين لعساكر وفيه واحد أثيوبي واحد بدوي من عرب 48 من النقب موجودين وأيضا فشلت إسرائيل في الحصول عليهم وتحريرهم وكان فيه مفاوضات لإجراء تبادل للأسرح وفشلت طيب دلوقتي هيبقى فيه عدد من العسكريين إحنا غيرنا جلعات شليد بـ 1047 واحد كم حماس بتقول تبييض السجون تبييض السجون ده مصطلح فلسطيني إنه ما يبقاش حد في السجون طيب ده إسرائيل ستحاول حسب مزاعم الجيش تحديدا إنها بضغطها العسكري يمكن أن تفرج عنهم أو تضطر حماس الإفراج عنهم ده سيناريو مختلف ومعادلة مختلفة تماما ما فيش واحد لثلاثة إحنا أمام معادلة يسموها في إسرائيل حتى الكل في الكل معادلة صفرية كل دول مقابل كل دول آه صفرية قابل قابل مش قابل يا هيموتوا عندنا أو نستشهد معاهم لكن لن يتم تحريرهم بالمعادلة السابقة الضغط الدولي هيقل لأن الضغط الدولي بيقولك دول عسكريين كعسكريين أنا أتدخل ليه صح فالضغط الدولي سيقل ويتبقى مباراة بين الطرفين إسرائيل سوف ترمي بكل سقالها العسكري في معركة يعتقد تماما زي ما قلت وأن أوريتكم الأمر العمليات نمرة ثلاثة وتسميت يعني بالأسماء أنه في الفرق 94 كان فيه فرقتين في الأساس موجودين في قطاع غزة مع ثلاث فرق مضرعة الآن هي بتجهز للعملية البري في الناحية التالية طيب أنا سؤالي هنا حتى لو خفت ضغط الغربي والدولي ومجتمع الدولي بسبب إخلاء الرهائل المدنيين نعم بعد تغيير الصورة أو بعد المكسب المعنوي الكبير اللي خلطه القضية الفلسطينية والشعب في غزة والأطفال ومقتل النساء وما ذلك حتى مش حال في الحكومات بس في الشوارع والرأي العام والإعلام الغربي لا وتغيير في الدول بنسبة كبيرة تذكر تقريرك أسبانيا صحيح أسبانيا وبلجيكا وأرلندا صحيح عدد كبير هو السؤال هنا هل سيسمح العالم لإسرائيل بمعاودة هذه الحرب السافرة الوحشية بنفس الشكل واستعادة الصورة اللي العالم كله انتفض من أجلها طيب بس أكمل قصة الرهائن والأسرة وبعدين ننخل إلى هذه المسألة في تاريخ المقاومة الفلسطينية من سنة ليست هذه هي أول صفقة وربما لن تكون الأخيرة إلا إذا أقر السلام وقيمة الدولة الفلسطينية فلن يكون هناك صراع يستوجب وجود رهائن أو أسرة في الطرفين طيب من 68 حتى 23 جرت 50 عملية تبادل أسرة 50 50 عملية من 68 إلى الصفقة الأخيرة في هذه الصفقات الخمسين تفاوتت نسبة بطلع واحد الواحد ولا بطلع ألف الواحد ولا بطلع إلى آخر هشير بس بس بسرعة كده للتجربة الشخصية في هذه التجربة الشخصية أنا كنت مسؤولا عن إحدى الوحدات اللي أسرت 8 جنود إسرائيليين لو سمحت حطلنا صور البطاقات العسكرية بتاعك سنة 83 في البقاع في لبنان بعد حرب 82 احنا طلعنا على البقاع حدود السورية اللبنانية أسرنا وحدة إسرائيلية من 8 جنود طيب حطولنا هذه الهويات وعشان ما حدش بس أنا بعرف أنه ناس كتيرة دلوقتي بتاعوا تقولك ده فوتوشوب ومش فوتوشوب هذه ارجع الهواء دي البطاقات الشخصية بتاعة اتنين من الجنود زمن زمن آه أيوا دي البطاقة العسكرية لاتنين من الجنود ده جندي وده بطاقته العسكرية آه وده جندي إسرائيلي آخر دي بطاقته الشخصية بطاقته العسكرية وده صورته وحتى في بعض الشكلات كانت موجودة في البطاقة ما نزال نحتفظ بها الصفقة دي حررت احنا أخذنا ستة واضطرينا نعطي للجبهة الشعبية لأنه طلعوا في عربية الإسعاف بتاعت الجبهة الشعبية لأنه كان فيه حواجز سورية فدينا الجبهة الشعبية اتنين احنا طلعنا بالستة حوالي ستة تلاف خمس تلاف وسبعم مئة وكذا معسكر أنصار في لبنان كله الذي اعتقل فيه اللبنانيين والفلسطينيين تم تفكيكه والنسر هو واحد وطلعنا اربعتاشر واحد من من مناظلي المواطنين العرب الاسرائيليين الفلسطينيين يعني اربعتاشر واحد كانوا واخدين مؤبدات طلعنا حوالي مئة اربعة وثلاثين اظن من الاسرة من الضفة الغربية واصر خليل الوزير ابو جهاد على تحرير مكتبة كل مركز الابحاث الفلسطينية وده كان موضوع خطير انا حضرت ندوة في الهند وسألني واحد من اهم المحللين العسكريين في اسرائيل زائف شيف كان اسمه مات فسألني قال لي طيب فهمنا انكم بتحرروا الاسرة بتوعكم انتو عايزين المكتبة في ايه فقلت له انه خليلي الوزير ابو جهاد الله يرحمه الشهيد خليلي الوزير اصرع المكتبة عشان يعلمكم انه احنا مش حركة ارهابية انه الثقافة بالنسبة لينا بالنسبة للفلسطينيين تساوي نفس البني ادم ما هي اسيرة انتو اثرتوا الكتب بغبوتكو الشديدة اثرتوا الكتب السؤال موجه ليك انت مش لينا احنا ليه طلع ليه حررناها السؤال موجه ليك ليه انت اثرتها ليه عملتها معاملة الاسرة ونقلتها من بيروت لانه بيحتط الرجل لكن مضطر ارفع له الطائية دائما يتعلق بموضوع الرهائن عايز اقول بس كلام مهم في موضوع الرهائن قبل من نقفل الملف دمرت واحد ان صفقة جلعات شليت اللي هي فيها الف سبعة واربعين واحد باستثناء السنوار وعدد قليل جدا تم اعتقال اعادة اعتقال اغلب الذين تم تحررهم عندي اسمائهم واحد من المحررين من طول كارم وقتل في غزة واحد من المحررين كان من القدس كان ابعد الى غزة وايضا استشهد في قطاع غزة والباقي اغلبهم اما قتل او اعيد اعتقاله مرة اخرى واسرائيل عملت جريمة تانية انه كانوا اخدين مؤبدات بعد ما تم تحريرهم رجعت للأحكام القديمة دي واحد اغلب الناس اللي بيتم تحريرهم في صفقات اسرائيل تعيد اعتقالهم مزبوط عايز اقول نقطة تانية طب قبل نقطة تانية وده لانا اشارت بداية الحلقة النهاردة ولازم يكون يعني جرز انظار كده عند المجتمع الدولي ان اسرائيل اللي بتعمله دلوقتي هي انها فتحة في مسألة المدهمات والاعتقالات علشان بتقلل من اهمية الافراجات اللي بتعملها يعني هي بتطلع تلاتاشر في اليوم وبتقبض على خمسمية في اليوم منذ سبعة عشرة منذ سبعة اكتوبر حتى الان تم اعتقال الاتشي تلات تلاف ومتين واحد من الضفة الغربية من الضفة من الضفة الغربية اللي هو بعيد عن مسرح الاحداث خالص واستشهد في الضفة الغربية اكتر من متين وثلاتين واحد في الضفة الغربية اخرهم اقتحام النهاردة وانستخدمت طيارات بدون طيار في جنين وفي نابلس اه في معركة مفتوحة عنيفة للغاية في الضفة الغربية مدن الضفة الغربية في جنين ونابلس وتولكرم وحتى الخليل في عدة مدن فلسطينية فاعيد اعتقال اعتقلت مش اعيد اعتقلت حوالي تلات تلاف ومتين من الضفة الغربية في مصيبة تانية لا احد يدري عنها شيء اعتقل عدد غير معروف هو على الاقل بالمئات ان لم يكن بالالاف من قطاع غزة واقتيده الى اماكن لا احد يعرفها وفي الظروف لا احد يعرفها اسرائيل عندها تقنية اسمها بصمة الوجه نتيجة انه كوادر حماس كانوا بيقبضوا الفلوس اللي جاي من قطر دي كان يتم تبصمهم واسرائيل حصلت على صور لوجههم عندها تقنية زي اللي موجودة في المطار انك تبص في الكاميرا كده فصورتك تتحفظ فعملوا بوابات في شارع صلاح الدين واكبروا الناس تعدي من هذه البوابات بصمة الوجه تعالى على جنب انت حماس حتى لو كان بيشتغل مدني مثلا من حماس بس في وزارة اي حاجة بيتاخد بيقلع عريان وفي مشاهد مؤلمة انا مرضيتش اجيبها لانها مهينة ومؤلمة بيعصبوا له عنه ويقلع عريان ويوهان بشدة ويلقى في سيارات وبيتاخد لاماكن لا العدد معروف ولا الاماكن ولا ظروف اعتقاله موجودة وده كمان الضمير العالمي نايم على الموضوع ده محدش بيكسأل فيهم محدش بتكلم عنه محدش بيعرف احنا فيه منظم التحريف فيه هيئة خاصة بيكان فيه وزارة خاصة بالاسرة فيه هيئة مستقلة فلسطينية بتتبع موضوع الاسرة سألناهم قالوا ليس لدينا اي معلومات على الاطلاق ولا احد لا في اسرائيل نفسها ولا في السلطة ولا في العالم بيعرف قد ايه العدد احنا قلنا على التلات الاف دول عايز اقول قاعدة اساسية طالما حتى لو بيضنا كل السجون طالما ان اسرائيل ستبقى قوة احتلال فسيبقى دائما ملف الاعتقالات مفتوحا وستظل السجون الاسرائيلية تمتلئ مرة اخرى تفرغ وتمتلئ تفرغ منظمة لما دخلت وفق اتفاق اسلو كان فيه 14 الف اسير طلعت 10 الاف اسير بقيت اسرائيل محتفظة حتى الان باسراء من قبل اتفاق اسلو يعني من قبل 93 موجودين والكثير منهم احنا في الفلسطينيين بيقولوا كل اسيري عدي 20 سنة بيعتبروه من عمداء الاسراء فيه بقى دلوقتي مئات بقى لهم اكتر من 20 سنة ومحكومين اربع مؤبدات وسبع مؤبدات مروان الغبارروسي اربع مؤبدات وخمسة عشرين سنة اظنه كذا وفيه غيرهم يعني كتير وحكومين مؤبدات يعني لو حتى يعني لو عاشوا زي سيدنا نوح مش هتخلص السنوات فده ملف الاسراء طالما ان اسرائيل ستبقى قوة احتلال فملف الاسراء سيبقى مفتوحا والقمع الاسرائيلي واعتقال المواطنين سيبقى مفتوحا وهذا الملف لن يغلق ابل دكتور انا لسف وقت انتهى بس علشان برضو ندي نيوز وندي شكل كده استقرائي للمشهد حالك شايف انه الاغلب الاعم انه سيتم تمديد المهنة بضغط دولي وتعليمات امريكية ووصول وليام بيرنس وايضا حاجة الطرفين من ناحية اسرائيل عايزة تقفل ملف ده اللي عملها اصلاع داخلي وضغط على الحكومة والجيش ومن ناحية المقاومة عايزة تستفيد من الوقت اللي اعادة ترتيب وضعها الدفاعي وتغيير مواقعها ويعني المباراة الاستخبارية بين الطرفين اتنين هل يمكن ان يحدث اي تغير في مشهد الحكومة او النظام الاسرائيلي خلال هذه الفترة ولا الدخل الاسرائيلي مجبر على قيادته حتى تنتهي الحرب لا لن يحدث تغيير حتى كان فيه مطالبات حتى في الكنيسة يعني زعيمة حزب العمل داخل الكنيسة طالبت من الان بتغيير نتنياهو اقالته حتى يتم الحفاظ على شكل النظام طلع ابرز منافس لبن جانيس بن جانيس هو عضو في حكومة التواري الان وزعيم المعارضة كان زعيم المعارضة ووزير دفاعه موجود الان من تالي هو المرشح رفض قال لا عليه ان يبقى الى نهاية الحرب ونتحاسب الحساب يلم في الاخر في الاخر حساب يجمع الاخر استطلع للرأي مبارح هقولك عليه لانه ده مهم جدا اول حاجة جانيس يتفوق على جانيس بياخد حاجة 42-43 نتنياهو بيوصل لعشرين حزب الليكود الحزب الحاكم الان واللي كان حزب رئيسي يعني بيوصل لتمنتاشر وحزب جانيس بياخد حوالي 44 كتلة المعارضة بتوصل ل77 وتهبط كتلة الليكود وحلفائه الى حوالي 44 الاهم من ده في مؤشر مهم جدا سومتريتش وهو واحد من يعني غلات اليمين الديني المتطرف وزير المالية الحالي اللي بيحجب عن المنظمة ورفض انه اديها فلوس اللي بتصرف بيها على قطاع غزة موظفين في الوزرات والتعليم الى اخيرة غطاها منعها سومتريتش يفقد مقعده في الكنيسة هو وحزبه لن يحصله على نسبة الحسم اللي تخليه يبقى حزب موجود في الاتلاف وبالتالي احنا دايما عايز اقول نقطة اخيرة العالم كله يتحدث والسادة المحللين المحترمين طول الوقت يقولك اليوم الثاني في غزة اليوم الثاني في غزة اليوم الثاني لن يكون فقط في غزة اليوم الثاني سيكون في اسرائيل ونتنياهو وحكمته سيتغيره هتعقد لجنة تحقيق بعد الحرب مباشرة وسيفقد نتنياهو ربما يحل المحكمة اليوم الثاني في الولايات المتحدة الامريكية وبايضن نزل عن الخمسين في النية في ادنى يعني تصويت له وناس بيقيدوه من يوم منتخب حتى الان ففي نوفمبر في انتخابات امريكية ففي يوم تاني اليوم الثاني في كثير من العواصم الدولية والعربية بسبب غزة غزة مركز مفجر لتغييرات في المنطقة كلها اليوم الثاني لن يكون في غزة وحدها اليوم الثاني سيشمل اسرائيل وامريكا وربما عديد من دول المنطقة مرتفق بحرارك مليون في المية اخيرا في كل جولة من جولات الصراع على الاقل الخمس الاخيرة كانت الاحداث مشابهة رغم المرة دي واترتها وكتفتها وحشيتها اعلى لكن كنا نتمنى فقط وقف العدوان ولم يكن لدينا امل في اي افق سياسي اعتقد هذه المرة الوضع مختلف وافق الامل السياسي للقضايا الفلسطينية اعلى بكتير يعني من اهم النتائج الايجابية لهذه الحرب رغم المأساة الشاملة يعني واحدة من الاسرة المحررات مبارح قالت كلام يضمي القلب قالت كنت افضل ان ابقى عشر مؤبدات على ان اخرج على حساب دم الناس اللي بيصفك في قطاع غزة وهي يعني مرح اسمها مرح وحتى الاسيرة اللي خرجت امس كمان قالت قلبي بيضمى على انا كان فضلي اتنين وعشرين شهر كان ممكن اكملهم على ان اخرج على حساب دم الناس المهم انه رغم الالم الشديد والثمن الباز اللي دفعوا الشعب الفلسطيني فانه اصبح هناك ما يشبه الاجماع على حل الدولتين اللي كان بيبعد كتير نتحدث عنه ولا نراه اللي ناقص بقى ان احنا نعمل ميكانيزم كيف يتحول هذا المطلب والاتفاق العالمي الشيء بالاجماع ده على حل الدولتين كيف يترجم احنا بيغرقونا في قصة ان السلطة متجددة زي ما قال بايدن ترجع لقطاع غزة ولا نجيب الناس دوليين يعودوا ولا نجيب بقايا الانظمة العربية والامريكان لانه فيه دلوقتي بيرشحوا اسماء من يعني اللي يعني شغالين مع اسرائيل والامريكا بترعاهم بيرشحهم يجوا يعملوا كده بيش ده الموضوع الموضوع اللي لازم نركز عليه هو الميكانيزم الالية التي تنقل هذا الشعار الذي تم التوافق عليه الى فعل قائم الالية هي التالي نروح مجلس الامن الذي رفض اكثر من مرة في 2011 عبو مازن قدم انه الاعتراف بفلسطين كدولة اخذ من جمعية العامة دولة مؤقتة دولة المؤقتة دي وفقا للاجماع اللي حاصل ده تنتقل عبر مجلس الامن الى اعتراف دولي بدولة فلسطينية تحت الاحتلال والان العالم زي ما قال رئيس وزراء اسبانيا ورئيس وزراء بلجيكا وبعض الدول ايرلندا وبعض الدول الاخرى انه نعترف بهذه الدولة في مجلس الامن بقى الولايات المتحدة اذا بتتكلم طول الوقت عن حل الدولتين يتصمت ما تستخدمش الفيتو ولا تعارض لا تعترض وتمرر القرار اللي بيقول فلسطين دولة تحت الاحتلال فلسطين تحت الدولة تحت الاحتلال البند الاول في ميكانيزم فقالية تنقل هذا المطلب والشعار الى التحقق الفعلي بعدين بقى نبحث حدود الدولة هي دولة بدون سلاح ولا بدون سلاح الاستيطان ما الاستيطان بس اللي تأكد دلوقتي مسألتين مسألة الاولى اللي نتنياهو قعد اكتر من عشر سنين يفصل ما بين قطاع غزة والضفة الغربية انه غزة حاجة فيها حماس والضفة الغربية حاجة تانية فيها غزة الان بقى فيه اعتراف دولي بانه غزة والضفة هي كيان جغرافي سياسي واحد في اطار دولة فلسطينية مأمولة فده الانجاز الاول الانجاز التاني انه بقى فيه كلام كبير عن الدولة ما يشبه الاجماع ناقص ان احنا نعمل الالية اعتقد انه لدينا الان ما يمكن من دول تستطيع ان تقدم مشروعا لمجلس الامن صحيح بشرط ان يتوقف الامريكان عما يفعله لا فيه دول اوروبية حتى قالت انه اذا ما عرق المجلس الامن حل الدولتين سنقوم فرديا بالاعتراب الدولة بس المهم ان يصدر عن مجلس الامن تيلزم اسرائيل وبعدين يبقى فيه بوفقا للبند السابع اذا لم تطبق هذا القرار تعاقب زي ما عقبوا عديد من الدول الاخرى فدي بداية الالية التي تحقق الفلسطينيين بعد سبعين سنة حلمهم في ان يكون لهم دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية بشكلها الرابط يا دكتور ان شاء الله تحياتي وساعدت جايما باللقاء ولانا لقاء قريب بإذن الله شكرا جزيلا تحياتي دكتور سامير غطاس شكرا لحضراتكم بعد الفاصل باب جل